هل الإسلام خطر على أمثال هؤلاء الذين يحاربون من أجل نشر الرزائل من أجل سرقة مقدرات وسروات المسلمين حينما نشهد انتشارا واضحا للإسلام في القارة الأوروبية في أمريكا في غيرها من الدول هل هذا الأمر يجعل هناك حالة من القلق والغضب لديهم ومحاولات كبيرة من أجل التصدي لهذه الظاهرة ولهذه الموجات الكبيرة من انتشار الإسلام نحن عندنا حالتين في العالم يعني حالة الأنظمة المستبدة وأجهزتها الأمنية حتى الأنظمة غير المستبدة هذه الأنظمة قولا واحدا هي تحارب أن يكون للإسلام دولة نهضوية ما بيخافهن من صلاتك صلي مليون ركع ما عنده مشكلة تحجب زي من تعاوز احفظ قرآن زي من تعاوز الخوف من مشروع إسلامي نهضوي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي إسلام توسعي ينتشر هذا هو المرفوض للغرب هؤلاء المساكين الشعوب تجهل أنواقعين تحت الضخط الإعلامي التابع لأجهزة عالمية لا تريد للإسلام أن يكون له حياة حقيقية على الأرض ولكن والله لو فهمت الشعوب بل حتى الأنظمة في العالم الخير الذي سيجلبونه باعتناقهم للإسلام أو عدم اعتناقهم بأن يتركوه محكم في واقع الحياة القانونية كم من السعادة سيجلب للمسلم وغير المسلم النظام القانون الإسلامي يحرص عرض المسلم كما يحرص عرض غير المسلم يحرص مال المسلم ويحرص مال غير المسلم قبله الإسلام دين عظيم يحترمكم أيها الشعوب فلذلك يعني بشار الأسد المجرم يخوف الطائفة العلوية بخوفها بالمسلمين يا أخي هذا هراء هؤلاء أنتجوا ناس قتلة النظام نفسه المخابرات الإيرانية والنظام أنتجوا جهاز وتنظيم وحالة لها من الإسلام اللحية وقلة العقل الذي ليس من الإسلام ما لا علاقة وغذوهم ليخوفوكم هؤلاء القتل المجرمين اللي قتلوا بسويدة لأنه دروز واللي قتلوا بعض العلويين وقتلوا من أهل السنة أضعاف أضعاف مضاعفة مما قتلوا من هؤلاء قتلوا أفراد لكن منا قتلوا الآلاف وطاعنوا في ظهر الثورة هذا تصنيع المخابرات السورية والإيرانية